مرحبا بكم من جديد سوف نتعلم في هذا الفيديو عزائي كيفية التعامل مع الصور وإدراجها في هذا المستند الخاص بنا بداية لكي نقوم بإدراج صورة على برنامج الورد نقوم بالاتجاه إلى Tab Insert ثم نضع نضغط على خيار Pictures ونقوم باختيار الصورة التي نريد بعد اختيار هذه الصورة عزائي يظهر لنا Tab جديدة في شريط الورد أعلى تحت اسم Format من خلال هذا Tab الجديد نستطيع التحكم في شكل الصورة والألوان الخاصة بها والعديد من المزايا والأمور التي سوف نتعرف عليها سويا بداية نستطيع وضع شكل خاص للصورة كما نريد كما تلاحظون أمامكم سوف أضعنا هذا الشكل ثانيا نستطيع أن نستطيع تصغير حجم الصورة كما تلاحظون هذا في Picture Styles أما بالنسبة لتواجد الصورة فنستطيع أن نضع الصورة بين النصوص أو النص الظاهر أمامنا أي بين الأسطر وذلك من خلال الضغط على Wrap Text واختيار الخيار Through حين نختار هذا الخيار نستطيع حينها التحكم في الصورة ونقلها إلى المكان الذي نريد حيث تتلاءم الكلمات والسطور تلقائيا مع مكان الصورة نستطيع أيضا التحكم بدقة ألوان الصورة والإضاءة الخاصة بها من خلال Corrections وأيضا أعزائي نستطيع التحكم بالألوان الخاصة بالصورة كما تلاحظون وأيضا نستطيع وضع لون للبوردر الذي وضعناه أمامكم فنستطيع وضع اللون الذي نريد وأيضا نستطيع إجراء Rotate للصورة كما تلاحظون ونكون هنا في هذا الفيديو قد تعلمنا كيفية إدراج صورة وتغيير الفورمات الخاص بها من الشكل واللون ووضع بوردر ووضعها بين الأسطر شكرا لمتابعتكم تابعونا في الفيديوهات القادمة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة